اشتركوا في القناة شباب بفوزه على امانة بغداد بركلات الترجيح شاهنة استعلن تشكيلة المنتخب الذي سيمثل صالات العراق النصوي في بطولة غربي اسيا يتطلع المنتخب الأولمبي لتجاوز عقبة أوزباكستان اليوم في ربع نهائي بطولة كاسي اسيا تحت 23 عاما على ملعب بختاكور وبلغ الأولمبي ضولة ثمانية بعد احتلال وصافة المجموعة الثانية برصيد خمسين نقاط أما أوزباكستان تصدر المجموعة الأولى بسبعين نقاط ويحاول المنتخب بلوغة نصف نهائي للمرة الثالثة في تاريخه والاقتراب خطوة من التتويج أنهى المنتخب الأولمبي تحضيراته لمباراته أمام أوزباكستان والتي ستقام اليوم في ربع نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاما أولمبي أوزباكستان بانتظار الأولمبي العراقي على ملعب العاصمة تشقند مساء اليوم السبت إذانا بانطلاق الدور النصف النهائي لبطولة آسيا دون 23 عام الأولمبي الأوزباكي انتقل للدور الثاني متصدرا المجموعة محققا فوزا عريضا على نظيره القطري بستة أهداف للا شيء أرعب به منافسيه لكن لقاءه مع إيران كان مستوى الفريق الأوزباكي أكثر وضوحا بالنسبة للاعبي منتخبنا الذين أنهوا مشاركتهم في دور المجموعات بفوز محفز على الأولمبي الكويتية الأولمبي العراقي غادر إلى العاصمة لمواجهة الأوزباكي بمجرد انتهاء دور المجموعات الذي أقيم في مدينة قرشي وأقام وحداته التدريبية وهو بكامل استعداده للقاء مصيري يجمعه مع فريق البلد المضيف الذي يحظى بدعم جماهيري كبير وقد سابق للكادر التدريبي لمنتخبنا الأولمبي وقال لعراقية الرياضية أن اللاعبين على أتم الاستعداد والجاهزية لملاقات المرشح الأقوى للفوز بالبطولة وهم على علم بصعوبة المواجهة ولذلك دخلوا معسكرهم التدريبي وهدفهم الأول قهر المنتخب الأوزباكي في عقر داره وصولا إلى تحقيق إنجاز يسعدون به جماهيرهم في العراق أمج الطليع العراقية الرياضية أكد مينوسلاف سوكوب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن موجهة المنتخب الأوزباكي على أرضه وبين جماهيره ستكون صعبة مشيرا إلى قدرة فريقه بتحقيق النتيجة المطلوبة التي تؤهله إلى نصف نهائي من بطولة آسيا تحت 23 عاما وقال زوكوب في مؤتمر صحفي أنه لا يخاف المنتخب الأوزباكي على الرغم من جودة لاعبه والتي ظهرت من خلال نتائجه في البطولة وأوضح أنه المسؤول عن خياراته في أي تشكيل يخوض المباريات كونه في المحصلة النهائية من سيتحمل النتائج إذ كانت سلبية أم إيجابية هذا وقال المدرب المساعد لمنتخبين الأولمبي صعد حافظ أن الفريق قادر على تجاوز منافسي الأوزباكي في المباريات المقبلة ضمن الضور ربعين نهائي من كأس أسيا تحت 23 عاما وقال حافظ أن المنتخب مقبل على تحدي كبير في الضور ربعين نهائي أمام أصحاب الأرض مشيرا إلى أن المنتخب الأوزباكي هو الأصعب والأفضل فنيا حتى الآن بالبطولة وأكد حافظ أن منتخبنا الأولمبي قادر على التفوق في المباراة حتى لو لعب بنصف المستوى المعهود إذن عن هذه المواجهة ينضم إلينا المدرب المساعد لمنتخب الأولمبي صعد حافظ أهلا بك كابتن سعد كابتن سعد أنت معي مباشرة والعلاقية الرياضية ونتحدث عن تحضيرات المنتخب الأولمبي لمواجهة المنتخب الأوزباكي كابتن سعد تحضيرات التحضيرات التحدي كثير من فريق في مرات اليوم على أجبار التحدي الأرض الجماهي تدعني أمد الفرص كلميا والاستقبار المنتخب الأوزباكي لذلك حافظنا بصلاحة لدينا تحافظ رغبا في مواجهة الفرص كلميا وإن شاء الله الفرص كلميا طيب قلوب الجماهير جميعها معكم لكن نحن بمواجهة فريق هو الأقوى ربما في المجموعة هل تم تشخيص نقاط الخلل ربما القوة وبالتالي مواجهة المنتخب الأولمبي لهكذا مستوى نعم طبعا نحترم كل مشاعر الجماهير ونحن بصراحة إذا ما إن شاء الله فإذن اليوم فأكيد أكيد للجماهير الدور الكبير دعم الجماهير له الدور الكبير لنا معنويا لأقل تقدير الفرق الهواريات عندما يكون في الدور الأول تقدر عن الدور الثاني هذا الدور هو دور الأخطاء لا يوجد إلا فائد الخاشر يودع البطولة لذلك تختلف كل المعطيات نعم الفريق الهواريات في الدور الأول قدم مباريات مميزة مباريات كبيرة الفوض على قطر الفوض على السماء الجام التحادم من عيران نعرف هكذا تفاصيل ولدينا تفاصيل تقيلة وللأيام الثلاثة الأخيرة عرضناها للاعدين وأصبح للاعدين على زراية كبيرة لقاط الصعب لقاط القوة للفريق الهواريات كل ما نستطيع من جاهزية بدنية أو فنية أو معنوية جهزنا اللاعبين بفراحة نفسيا نفسيا أقول يسمع الجميع نفسيا لهذه الباراة طيب على الاعتبار أنه نعرف الجانب النفسي يجب أن يكون له الضولة بهذه الباراة نعم مع تهيئة اللاعبين هل نتوقع أن تكون هناك تشكيلة مختلفة ومغيرة عما أولي نعم؟ هناك أكيد أختي العديدة مباراة يجب أن تكون فيها الواجبات مختلفة على اعتبار أنه مباريات ما بيها تأجيل ولا فيها فرصة أخرى الفوض يجب أن يكون حاضر لذلك هناك سيكون بعض اللاعبين لواجبات معينة المدرس والجهد نشخصها لذلك سيكون بعض اللاعبين اليوم يشاركوا ممكن أن يكون لأول مرة يشاركوا للواجبات التي سيكلف بها تجاه الفريق الأوزبكي طيب نحن نعلم أن عامل الأرض والجمهور واليوم مع أوزبكستان والفريق الأوزبكي وعلى أرضه كيف يمكن أن تؤثر على لعبنا؟ وأنت ذكرت مع الدعم الجماهيري العراقي للمنتخب نعم يعني عامل الأرض والجمهور لا نجل بأنه دائما أن يكون بشكل إيجابي من فريق المفتغيب أو فريق صاحب الأرض والجمهور أحيانا يكون العكاسة سلبي هذا أنا أعتقد يعتمد على ثقافة لاعبين نعم لاعبين لا يمتلكوا هذه الخبرة أمام هكذا جماهير معظم لاعبين من لاعبين الشباب ولكن واجبنا كجهاز لني وأنه بكل طريقة أن نجهز فريقنا هكذا سيناريو لهكذا حضور جماهيري سيفغط على لاعبيننا ولكن إن شاء الله بعول الله نتمنى أن تكون جماهير ضاغط على سبيل العزبكي وليس حلقين نعم المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي الكابتن سعد حافظ شكرا جزيلا لانضمامك إلينا أكد لاعب المنتخب الأولمبي محمد الباقر كريم أضم مواجهة المنتخب الأسبكي والتي ستقام لحساب ربع نهائك السياسية دون 23 عاما بلا شك ستكون بمنتهى صعوبة وقال كريم لقاء البلد المضيف في أرضه وبين الجماهيري سيكون صعبا لكنه لا يدخل في حيز الاستحالة لا سيما أن الجميع اللاعبين يعون تماما أهمية تحقيق الفوز والعبور للدور المقبل بالنسبة له وللجماهير العراقية وجهت لجنة المصابقات في اتحاد الكراء دعوة إلى الفرق المتأهلة إلى الدور الربع نهائي من منافسات بطولة كأس العراق للحضور إلى مقر الاتحاد اليوم وتنطلق منافسات دور ثمانية من بطولة كأس العراق يوم غادنا لأحد بإقامة مواجهة واحدة تجمع الكهرباء مع أمانة بغداد على ملعب التاجي فيما تقام يوم الاثنين المقبل ثلاث مواجهات أبرزها مباراة القوة الجوية والزوراء قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم مع قد اجتماع استثنائي مع أطراف قضية التلاعب بنتائج المباريات ومرافقة لقاء نجف والكرخ في الجولة الرابعة والثلاثين من تداعيات وتبادل الاتهامات بشكل علني وتأثيرها على سمعة الضوري الممتاز وينوي الاتحاد عقد الاجتماع يوم الثلاث عشر من حزيران الجاري بحضور مدرب الكرخ أحمد عبد الجبار ومدرب النجف حسن أحمد إلى جانب مدرب حراس مرمى الكرخ عبد الكريم ناعم وعضو الجهاز الفني للنجف بهاء كاظم وكان حسن أحمد المدير الفني للنجف قد أطلق تهمات تعالنية ضد رئيس نادي الكرخ شرار حيدر لمطالبته بالتلاعب في نتيجة المباراة للهروب من شبح الهبوط على حض قوله ورد الكرخ في بيان رسمي استنكر فيه تصريحات مدرب النجف إلى جانب تسليمه لجنة الانضباط في اتحاد الكرة منف تصريحات مدعومة ببصمات صوتية من ذات المدرب قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم في فا حضر أندية الديوانية واتهوك والنجف والقاسم من التعاقد مع اللاعبين بسبب إخلالها بالالتزامات المالية مع مجموعة من اللاعبين المحترفين وأعلن اتحاد الكرة أن السبب حضر الأندية الأربعة من التعاقد مع اللاعبين وعدم تزديد الأجور المتبقية بدمتهم المحترفين ويدينو نادي الديوانية بمبلغ إجمالي يصل إلى 200.9 ألف دولار و54 ألف يورو للاعبين محترفين السابقين فيما يدينو نادي الديوانية بمبلغ 12 ألف دولار أما نادي النجف فيدينو بمبلغ 80 ألفا و350 دولار ويدينو القاسم بمبلغ 47 ألف كلف الاتحاد الأسيوي لكرة القدم حكمين عراقيين لقيادة مباراتنا أو لمبارات تصفيات آسيا وسيقود الحكم الدولي العراقي يوسف سعيد مباراة منتخبي كامبوديا وهونج كونج والتي تقام في الهند ضمن تصفيات كأسي آسيا للمنتخبات الوطنية 2023 يساعده الحكم الدولي العراقي أحمد صباح وجعفر أحمد مساعدا ثانيا من المالديف وأحمد فيصل حكما رابعا من الأرض ثم جاء الميناء بلقب الضوري العراقي للشباب بعد فوزه على أمانة بغداد بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب كربلاء الضولي بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي وتأثر لاعب الفريقين بصوء أرضية الملعب والتي كانت عائقا أمام بناء الهجمات لنقل الفرص الحقيقية وسط الاعتماد على الكرات الطويلة غير المجدية لتنتهي أحداث المباراة سلبية في الأداء والنتيجة ونجح تلاميذ المدرب محمد عبد الحسين في تسجيل جميع ركلات الترجيح من علامة الجزاء وحصد اللقب بعد سلسلة من العروض القوية هذا الموسم أسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة الصلاة والتي تحتضنها السعودية للمدة من العشرين ولغاية السادس والعشرين من حزيران الحالي عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية مع منتخب مصر والجزائر مدرب منتخبنا الوطني نظم الشريعة وصف القرعة بالأصعب بتواجد المنتخب المصري والذي يعد من أقوى منتخبات قارة إفريقيا كما أن منتخب الجزائر يمتلك لاعبين بمستوى عال مشيرا إلى أن حضوظة أهو المنتخبنا للضور الثاني ليست بالأمر السهل لكن المنتخب سيقاتل من أجل الظهور بمستوى جيد وتقديم أفضل ما لديه كشفت مدربة الوطني لكرة الصلاة الإيرانية شاهنة زياري عن تشكيلة المنتخب والذي سيمثل صلاة العراق النسوي في بطولة غربي آسيا والمقررة في المملكة العربية السعودية منتصف الشهر الجاري وكان المنتخب العراقي النسوي لكرة الصلاة اختتم مبارياته الودية في معسكره التدريبي المقام في المركز الأولمبي بمدينة طهران بتعادل بنتيجة هدفين أمام منتخب طهران سيغادر يوم 14 من هذا الشهر لمدينة جدة المشاركة في بطولة غربي آسيا والتي ستنطلق يوم السادس عشر ويلعب منتخب العراق في مجموعة انضمت إلى جانبه منتخبات البحرين الإمارات وفلسطين انطلقت في محافظة كربلاء تصفيات بطولة كرة الصلاة لمنطقة الفرات الأوسط بمشاركة ستة أندية بمشاركة ستة أندية مثلت محافظات الفرات الأوسط انطلقت في كربلاء منافسات بطولة كرة الصلاة الفرق المشاركة قسمت على مجموعتين ستتنافسان على نيل بطاقة التأهل الوحيدة إلى دول الأضواء استضافت محافظة كربلاء دور التأهيل لكرة الصلاة مجموعة الفرات الأوسط المؤهل للدور الممتاز العراقي اشتركت في هذا الدور التأهيل ستة أندية يمثلون محافظات الفرات الأوسط قسمت الأنية الستة إلى مجموعتين يتأهل من كل مجموعة ناديين ثم التقاطع نصف النهار ثم مبارات نهاية يتأهل من هذه المجموعة فريقين إلى الأدوار النهائي للتقام في مدينة بغداد لاحقا ناشد الاتحاد المركز وخصوصا لجنة الخماسة والشاطئية أنه ليش بطاقة واحدة ليش مو بطاقتين فرق كثيرة وفرق بمستوى جيد بطاقة من سبع فرق صعبة جدا صعبة المشاركون في البطولة في الوقت الذي أشاد فيه بحسن تنظيمها سجلوا اعتراضهم على وقت إقامتها التي تزامنت مع مواعيد امتحانات المراحل المنتهية ما حرمهم خدمات عدد من اللاعبين الذين يتخلفوا عن الحضور مع أنديتهم هناك عوائق بصراحة بالتدريب والتمرين لأن أغلب اللاعبين هم في المراحل الدراسية الغير منتهية خصوصا السادس وقسم من اللاعبين يؤدون الامتحانات الدراسية الجامعية من ما حال دون وصول أكثر من أربع لاعبين أهلنا من ضمن دور محافظة بالمركز الأول الدور استعدين للتصفيات الدرجة الأولى على مستوى الفرات الأوسط لأنه لدينا بعض اللاعبين نقص ثلاثة ثلاثة لاعبين عددهم مبتحانات ما قدروا يجون للفريق وإن شاء الله تعويض بالبقية على مدى خمسة أيام ستتنافس فرق الفرات الأوسط في مدينة كربلاء المقدسة لإحراز بطاقة التعهل الوحيدة إلى دول الأضواء بكرة الصلاة من كربلاء المقدسة سينا محمد قناة الرياضية العراقية إذن تجرى الآن انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الصناعات الكهربائية وبحضور جميع أعضاء الهيئة العامة وللحديث أكثر عن هذه الانتخابات ينضم إلينا من هناك الزميل أنمار عبد العزيز أهلا بك أنمار نعم زميليتي مساء الخير عليك وعلى جميع مشاهدي شاشة الوطن العراقية الرياضية وتغطية العراقية اليوم متواصلة من انتخابات الهيئة الإدارية في الصناعات الكهربائية وسط أجواء ديمقراطية رائعة تواجد الكثير من الحضور الشخصية رئيس لجنة شباب والرياضة في المجلس النواب وأيضا تواجد السيد النائب الأول بالاتحاد العراقي وأمين السر أيضا الآن العدد متكامل مثل ما قاعد اللاعب حاليا سيد رئيس الهيئة الإدارية الأستاذ علي خلف الآن يقوم بإيقاف النشاط لهذه المرحلة على أمل البدء بمرحلة جديدة المتواجدين حاليا المرشعين بينما المصوتين وصل عددهم حول المائة وستة وعشرون مصوتا نعم إذن لديك سؤالا جميع الأعضاء حاضرين الآن وهذا أو هذه الانتخابات بالتالي المؤتمر الصحفي بدأ الآن نعم المؤتمر الانتخابي بدأ قبل قليل وكانت كلمة لسيد رئيس اللجنة في النادي ورئيس اللجنة الإدارية في النادي أيضا والمصوتين كلهم يعني كل الأمور التي كانت متواجدة في الانتخابات تكون بتصويت فوق الإيجابي طيب هم النقاط التي تم أو تمت الإشارة إليها في المؤتمر الذي يسبق الآن هذا الوقت من تغطية الانتخابات نعم زمينتي هناك أمور تقف عائقا أمام هذه الصناعات وهي التي تطرق لها خصوصا الأمين المالي للصناعات الكهربائية بأنه هناك أمور تحتاج لكثير من الدعم وكل هذه الأمور باتت متاحة لفريق الصناعات الكهربائية من أجل إيجاد الحلول طيب إذن مع هذه النقاط بالتالي الانتخابات تمت الآن بشفافية كما ذكرت الآن وكما أنت موجود ورصدت هذه الانتخابات هل بدأت عمليات عد وفرز الأصوات بالنسبة لكل المرشوحين الموجودين للهيئة الإدارية للصناعات الكهربائية نعم زميلة الآن سوف يبدأ العد والفرز لهذه الانتخابات ومثل ما ذكرت قبل قليل أنه سيد رئيس الهيئة الإدارية قد حل الهيئة الإدارية على أمل الانتخابات الجديدة والآن كما هو موضح أمامنا تواجد صندوق وبدء الانتخابات النزيهة المتواصلة الآن وعبر شاشتنا شاشة العراقية الرياضية طيب هل هناك تواجد لأطراف قانونية ربما ترافق هذه العملية الانتخابية وأيضا تراقب سير هذه العملية الانتخابية نعم تواجد الكثير من الأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات وأيضا تواجد قانونيين عفوا أيضا بهذه الانتخابة لحد الآن الأجواء رائعة بالنسبة لانتخابات رائعة ونزيه وبنفس الوقت هذا ما يعطي دافع بأن تكون الانتخابات لبقية الأندية والانتحادات بهذه الصورة وبهذا الشكل نعم إذن الزميل أنمار عبد العزيز وفيتنا ببعض التفاصيل أو ربما التفاصيل بالوقت الحالي لانتخابات الهيئة الإدارية لنادي الصناعات الكهربائية وستنضم إلينا بعد قليل أيضا والمزيد من التفاصيل معك شكرا جزينا لك أنمار إذن نكمل هذه النشرة وما جاء فيها إذ بعيدا عن الانتخابات الآن حصد فريق القوات الجوية بطاقة التأهل إلى الضوري العراقي الممتاز لكرة السلة بعد تغلبه على فريق الشهداء بـ 54 مقابل 51 نقطة في اللقاء الذي أقيم في صالة الشعب بالعاصمة بغداد قدم لاعب القوات الجوية مباراة قوية نجحوا من خلالها في العودة للدوري الممتاز بعد غياب طويل دام عدة سنوات ولم يفلح لاعب الشهداء في المحافظة على تقدمهم في الفترتين الأولى والثانية فضيعوا فرصة تاريخية للوصول لدوري الأضواء في أول مشاركة لهم بدوري الدرجة الأولى المزيد من الأخبار ويبدأ الأراء والملاحظات حول نشراتنا يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وأنستجرام شكرا لكل من تابعنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة